موسيقى بسا نور والبركة نشرة الأخبار من تلفزيون سما إليكم أبرز عنوينيها تم افتتاح مجموعة من الوحدات السكنية انهاء تجهيز موقع النقع السكني لمتضرر الزلزال في مدينة جبلة عملية اطلاق نار تسفر عن مقتل اثنين من المستوطنين في حوارة جنوبية نابلس موسيقى وفد ايكوات يعود إلى النيجر ومالي وبركينا فاسو ترسلان مقاتلات ومروحيات موسيقى انهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع محافظة اللاتقية تجهيز موقع النقع بمدينة جبلة المعد ضمن مشروع تنفيذ الف وحدة سكنية لمتضرر الزلزال ويضم الموقع 47 وحدة سكنية مجهزة بمستلزمات إقامة العائلات المستحقة وفق الأولويات التي تم تحديدها وفي سياق آخر افتتحت قاعتان جديدتان افتطحت في كلية طب الأسنان تحويان ستين كرسيا طبيا وقاعتين في كلية الهندسة المدنية تحتويان مئة واثنين من الأجهزة الحاسوبية تم تجهيزهما من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم تم افتتاح مجموعة من الوحدات السكنية المخصصة لإيواء المتضررين من جراء الزلزال في منطقة جبلة في حي النقعة وتم تسكين 47 وحدة سكنية وكذلك اليوم نحن في جامعة التشرين حدى مبادرات للأحمر الإماراتي في رسان التعليم تم افتتاح كلية طب الأسنان عيادات الظفرة ستين كرسي من أفضل الكراسي لموجودة أجهزة شعة مئة وأربع كراسي مئة وأربع أجهزة حاسب آلي متطور وكذلك رح نمر إن شاء الله نشوف قاعد زايد كذلك مئة جهاز حاسب آلي هذه هي أحدى المبادرات في رسان التعليم وإن شاء الله رح يظل العطاء الإماراتي مستمر طبعا اليوم بجهود كبيرة ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمنظمة هلال الأحمر الإماراتي تم افتتاح أو انتهاء من أول موقع طبعا هذه المساكن متابعتها من قبلنا تفيدها من قبل الشركات الإنشائية الوطنية العاملة في سوريا هذه خلال أربعة تشهر تم تجهيز 47 مسكن من ضمن الألف مسكن اللي موجودين على سبع مواقع في محافظة اللازيقية بتصور أنا خلال أربع أشهر قائمة سيتم الانتهاء من الألف مسكن اللي تم تجهيزهم حاليا يعني قيد الإنجاز ويتم تابعتهم من قبل المحافظة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي طبعا نحن كمان من جامعة تشرين تم ديوم افتتاح قاعة الكمبيوترات تم ده جهزة القاعة بجهزة التكيف والجهزة الإسقاط أيضا كمان افتتحنا مع الأخوة الإماراتيين قاعتين يضموا 60 كرسي للطب الأسنان هذول بيساعدوا بتصور كل طلاب الدراسات العليا بيساعدوا العالم كمان على تلقي العلاج المجاني من خلال هذه العيادتين الكبار اللي بيضموا 60 كرسي بكلفة تجاوزت مليار ونصف المليار ليرا بدأت المجالس المحلية في بلدات خان شيخون والتمانع بريف إدلب بإعادة وتأهيل المنازل المتضررة بفعل الإرهاب تمهيدا لعودة الأهالي إليها دعما لعودة الأهالي إلى منازلهم التي تضررت بفعل أعمال الإرهاب وتعزيزا لاستقرار الحياة في المناطق المحررة بريف إدلب بدأت مجالس مدن خان شيخون والتمانعة بالتعاون مع المنظمات الدولية بتأهيل وترميم أكثر من مئة منزل أول السنة حتى الآن أكثر من 500 عائلين من العائلات التي هجرات عادت إلى المدينة طبعا الدعم الحكومي المستمر هو اللي شجع عودة العائلات تجلى الدعم بإعادة تأهيل البنى التحتية في مدينة خان شيخون وبتوجيه المنظمات العمل في المدينة من خلال تأهيل المنازل المتضررة أكثر من 700 منزل حتى الآن تم تأهيله من خلال عمل دقوب وجيد من قبل المنظمات الأعمال تتضمن تركيب أبواب وشبابك وإكساء للحمامات والمطابخ وأعمال كهربائية وصحية بكلفة تجاوزت مليارا ونصف مليار ليرة سورية أسهمت بشكل إيجابي في دعم عودتهم لمنازلهم المتضررة وشجعت مزيدا من العائلات للعودة وخففت عنهم تكاليف الترميم المرتفعة قلت ثلاث سنوات نحن هنا ورجعنا طبعا ما في شيء بالبيوت خالص تقريبا يعني ما فيه وما أننا قدرأ استعني استعطنا وقوم أجرينا الفضل الحمد لله عرب العالمين للي يعني عاب يشتغلوا بهذا المشروع هذا وما بيخلوا شيء عليهم الحمد لله عاب يرمموننا وعاب يحطوا يعني أدوات كتير غالية هذا بوفر عينا كتير يعني شغلات بالملايين طبعا سني وشوي راجع ومهم جدا لأنه ما عد فينا لن نعمة باب ولا شباك يعني أجانا مثل الدواء الحمد لله رب العالمين وألف شكر إلون وألف شكر لكل شيء ساهم بالموضوع ساعد كتير يعني أنا لو له المشروع هذا ما بحسين بعمل شباك اليوم شباك ما بحسين بعمل وجايتنا شتوي يعني المنظمي ألف شكر إله ومشكوره أنا راجع صليخ أعلى خان شيخون مدة سنة خفف طبعا هذا المشروع لإعادة الترميم للمنازل المتضاررة خفف علينا كتير من الأعباء المالية طبعا مشكورة قدمتنا سيراميك بورسلان شبابيك أبواب طبعا هذه كلها خففت علينا كتير من الأعباء المالية مشاريع الترميم يأتي استكمالا لأعمال الحكومة السورية في مرحلة إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة من الإرهاب والتي بدأت تتعافى بتوفير جملة من الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء بشكل أساسي وعمل المنظمات في تقديم المساعدات المختلفة للعائدين نفى البنتاجون أن تحركات القوات الأمريكية غرب العراق تستهدف تغيير الوضع القائم على الحدود السورية العراقية ومحاولتها ربط مناطق التنف بشرق الفرات وبين السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر أن حماية الحدود السورية العراقية ليس من ضمن مهمات القوات الأمريكية الموجودة في سوريا ومع تركيز قوات الاحتلال الأمريكية على مزاعم أن وجودها في سوريا يتعلق بمهمة هزيمة داعش إلا أن تحركاتها المشبوهة عند الحدود وتتنقل قواتها بين قواعدها في شرق الفرات وعين الأسد بالأنبار تزامن مع تأكيدات على إجراء واشنطن عملية نقل الإرهابيين بهدف إرباك الوضع الأمني أو استخدام تلك العناصر كورقة ضاغطة ضد بغداد كذلك أشار تحالف الفتح في العراق إلى أن هناك أمور يجري تدبيرها على المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني نفذ جيش الاحتلال الأمريكي مناورات عسكرية مع ميليشيا قسد في ريف الحسكة وأفادت مصادر محلية بأن الجنود الأمريكيين أجروا مناورات مع عشرات من عناصر الفصائل الموالية للاحتلال في الفترة بين الخامس عشر والسابع عشر من أب أغسطس واستخدموا خلال المناورات مضادات طيران ومدرعات من طراز برادلي أمريكية الصنع وأسلحة ثقيلة متنوعة وفي الساعات الماضية استهدف قصف مدفعي قاعدة للاحتلال التركي قرب المشفى الوطني في مدينة عزاز بريف حلب بتزامن مع اشتباكات على جبهة مرعناز بين مرتزقة تركيا وميليشيا قسد وقالت الأنباء الواردة من المنطقة إن مسيرة بل مسيرة تركية استهدفت قياديين أجانب مواليين لجيش الاحتلال الأمريكية وقتلت مجموعة منهم في ريف حلب مشهد ضبابي ساخن خيم على الشمال السوري خلال الأيام الماضية انطلق من تصعيد تركي أشد وطأة من سابقه تمثل بقصف مدفعي مكثف على مناطق سيطرة قسد في عدد من القرى منها تنب وشوارغا وتنرفعت وإبين والزوق الكبير بالتزامن مع نشاط متواتر لمسيراته في تلك القرى وقرى أخرى في ممبج شرق حلب عقب تصريحات تركية تتحدث عن فتح معبر يمتد من حلب إلى غازي عنتاب يعيد إحياء أحلام هذا المحتل المزعومة بالسيطرة على كامل الشمال السوري أحلام لم تخفها أنقرة حين سمحت مسيراتها بقصف سيارة قرب بلدة الزهراء شمال حلب والتي تبين أنها تقل قياديين من ميليشيا قسد كعادتها ووسط صمت مبهم من داعمها الأمريكي ردت قسد على استهداف قادتها بخجل مستهدفة بقذائف المدفعية بعض القرى في محيط إعزاز المحتلة تركيا الأحداث الأخيرة فعلت حالة من التخبط في صفوف ما تسمى هيئة تحرير الشام الإرهابية دفعتها لاعتقال عدد من قياديها وإعدام عدد آخر منهم خوفا من انقسامات تطالها بالعدوى بعيد الانقسامات التي شهدتها بعض الفصائل الإرهابية المسلحة التابعة للاحتلال التركي وفرض عقوبات أمريكية على فصائل أخرى مدعومة تركية يرابط الجيش العربي السوري على الخطوط الأولى للجبهات مع الفصائل المسلحة مستقدما تعزيزات غير مصرح بها رسميا إلى الريف الشمالي والشمالي الغربي برسالة مفادها أن أحلام الاحتلال التركي سوف توأد على خطوط التماسي حين تقرع الحرب طبولها لقناة سما الفضائي عباس جورد ريف حلب الشمالي الغربي قتل مستوطنان إسرائيليان بعملية إطلاق نار وصفها إعلام العدو الإسرائيلي بالدقيقة جدا قرب حوارة جنوبية نابلس كذلك ذكر إعلام العدو أن التحقيقات الأولية بيّنت أن إطلاق النار نفذ عبر سيارة مسرعة بالمقابل استقدمت قوات الاحتلال تعزيزات كبيرة إلى محيط نابلس استشهد الشاب الفلسطيني محمد أبو عصب متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة منذ أيام هذا فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة في وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وقرى عدة في الضفة الغربية ووقعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين خلال المداهمات قصف مسيرات تابعة للجيش السوداني أهدافا تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق واستور جنوب شرق الخرطوم وهو ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيف حول منطقة السوق العربي والقصر الرئاسية أما في مدينة أمدرمان استهدفت مدفعية قاعدة كاراري نقاط انتشار الدعم السريع في عدد من مناطق جنوب وشرق وغرب أمدرمان وأردت قوات الدعم السريع بالقصف من منطقة شمال الخرطوم بحري كما تبادل الطرفان القصف في شمال بحري وجسر شبات ومحيط الإذاعة والتلفزيون بالخرطوم وذلك بعد يوما من اتساع رقعة المواجهات إلى مدن الفاشر ونيعالا في دارفور غربية البلاد والفولة بولاية غرب كردفان جنوبا أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون مجيرا إلى أن هناك إجماع على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها وخلال عودته من العاصمة السعودية رياض قال عبداللهيان أنه دم الاتفاق مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات على سجل الذكريات وقعت الدبلوماسية الإيرانية والمكان مبنى الخارجية السعودية لتتوى صفحة طويلة من الماضي لطالما كان على طرفين قيد في السياسة وغيرها طهران والرياض وحديث عن مستقبل يحمل الجدة في العلاقات لتفتح صفحة جديدة لا بد أن تنعكس على دول المنطقة برمتها المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون لأن هناك إجماعا على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها اتفقنا مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية في القطاعين العام والخاص الرياض أرسلت الدعوة وطهران لبت 90 دقيقة جمعت ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيرانية تعزيز الأمن والتنمية لدول المنطقة من الأمور التي جرى الحديث عنها والاتفاق عليها هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إيران منذ أكثر من عشر سنوات بعد شهرين من زيارة بن فرحان لطهران والتي كانت الأولى لوزير الخارجية السعودية منذ 2006 حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل هيكلية جديدة سوف تشهدها المرحلة المقبلة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط إذا ما استمر الطرفان في المضي قدما بتلك العلاقات أفاد مصدر أسكريون في النيجر بوصول طائرات ومروحية من مالي وبركينا فاسو لدعم النيجر في مواجهة أي تدخل محتمل من قبل أكواس وفي موازات ذلك قرر قادة أركان مالي والنيجر وبركينا فاسو الاجتماع لبحث سبل المواجهة هذا وفيما أعلنت الخارجية الأمريكية وصول سفيرة واشنطن الجديدة إلى نيامي حتى وفض من أكواس في النيجر ضمن محاولة للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي مرة أخرى لا يختلف أحد على أن النزاعات السياسية والأجواء الدولية المتوترة تحتاج ليد العون لإخراجها من مأزق أزماتها وأن اختلفت نوايا المساعدة على ذلك فليس بالضرورة أن يجدها المبتلي بأنها قارب الخلاص وفي الساحل الأفريقي لا تجد نيامي تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس في البلاد أمر يحل بل يفسد للود قضية وأصبح الأمر معلنا من خلال اتفاق مجموعة دول أكواس على يوم محدد للتدخل العسكري في النيجر لم تفسح عنه أكواس لا تفضل الخيار العسكري لكننا مضطرون لذلك بسبب تعانوة المجلس العسكري في النيجر أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري مالي وبوركينا فاسو أولى المعارضين للتدخل إكواس في النيجر فقد أقدمتا على إرسال طائرات حربية إلى نيامي وذلك ضمن جهود الدولتين للتصدي لأي تدخل عسكري محتمل حسب ما نقلت وكالة عدة الجزائر أيضا من صف الرافضين لأي تدخل في النيجر وترى أن اللجوء للقوة قد يجلب معه تداعية وخيمة على المنطقة وللديبلوماسية خيار تراه موسكو الأنسف في النيجر تدخل مجموعة دول إكواس رافقه أيضا عقوبات على النيجر وتوقيف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الأفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها ما جعل التجار من غرب أفريقيا تندد بتأثير العقوبات على نيامي في حركة السلع والخدمات في كامل منطقة الساحل الأفريقي بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان اعتبرتها بمثابة تحذير صارم في أعقاب الزيارة القصيرة لنائب رئيسة الجزيرة وليام لي إلى الولايات المتحدة الصين وصفت لي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية المقبلة بأنه مثير للمشاكل وتعهدت باتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية هذا وقال المتحدث العسكري الصيني شي يي إن قيادة المسرح الشرقي للجيش أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات حول تايوان بهدف اختبار قدرة السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا والقتال في ظروف معارك حقيقية أعلنت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية صد جميع هجمات قوات كييف والقضاء على 975 عسكريا وتدمير مقر قيادة الفيلق العاشر بمقاطعة زابروشيا إلى جانب إسقاطي 23 مسيرة تم صد أربع هجمات معادية والقضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا في محور كوبينيسك كذلك تم صد خمس هجمات وتكبيد العدو أربعمائة قتيل وفي محور جنوب دونيسك تم إحباط أنشطة أربع مجموعات تخريبية أوكرانية والقضاء على 200 عسكري بينما تم صد هجوم على بلدة رابوتينو والقضاء على 190 جنديا في محور زابروشيا كذلك تم القضاء على أكثر من 40 جنديا في محور كراسني ديمانسك و15 آخرين في محور خيرسون نفى رئيس الشيشان رمضان قدروف سيطرة القوات الأوكرانية على بلدة إكليشفيكا بمدينة أرتيوموذيسك في دونياتسك من جانب ثاني أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود وفي وقت لاحق قالت الوزارة أن طيران الأسطول الشمالي نفذ طلعات في المجال الجوي للقطب الشمالي حذر سفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف من أن من قرروا تزويد كييف بمقاتلات F-16 كمن يركبوا قطارا سريعا بلا مكابح مبينا أن الغرب يسعى لاتخاذ قرارات متسرعة وخطرة في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني وفشل هجومه المضاد وعشار أنتونوف إلى أن البيت الأبيض دفع نفسه إلى طريق مسدود ويتخذ المزيد والمزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا المأزق أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وكيناز محمد مساء الخير كيناز مساء الخير وفاق شكرا أهلا بكم مشاهدينا إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء وبدايته بالعنوة الشواندر السكري واجه ويواجه مشكلات عدة في عمليات الزراعة والإنتاج والمباقر تستجر الأطنان منه على فن في ظل إضرابات العمال في أستراليا وبريطانيا ارتفاع أسعار الغاز مع هشاشة تدفقه ولا بديل عن الغاز الروسي أهلا بكم إلى التفاصيل بين مدير معمل سكر تل سلحب ياسر المحمد أن عملية تقطيع وفرم الشواندر بدأت بطاقة يومية بمقدار 300 طن ثم تصاعدت لتصل إلى 600 طن يوميا ولكن واجهت المعمل مشاكل عدة تجهلت في عمليات تجفيف الشواندر وتقطيعه وكذلك عمليات الفرم بسبب خلل فني إضافة إلى مشكلات عدة في النقل أدت إلى خسائر تكبدها المزارعون ووزارة الصناعة من جهته المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر في حما خالد هلال كشف أن المؤسسة بدأت باستجرار الشواندر المجفف من محلج الفداء لتقديمه علفاً لمحطات الأبقار موضحاً بأنه جاد في شراء واستجرار كل ما هو مجفف في محلج الفداء بحمى والذي يبلغ قرابة الأربعمائة طن يشار إلى أن التشاركية ما بين الأهالي والمعمل كان لها كبير الأثر في عملية الإنتاج مضى ما يقارب ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية بين محافظة طرطوس وهيئة تنمية مشروعات طرطوس لمنح ترخيص المؤقت لمدة عام للمشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر لأصحابها غير القادرين على الترخيص الدائم وإلى الآن لم يتقدم أحد للحصول على الترخيص مديرة التنمية المحلية في محافظة طرطوس مروى علي أكدت أن الاتفاقية لم تنفذ حتى اليوم بسبب مدة الترخيص المحددة بسنة واحدة وهذا حق لأصحاب المشروعات وأشارت إلى انتظار تعليمات جديدة قد تسهم في تعديل الاتفاقية هذا وبات فتح باب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر كما بيّنت علي ضرورة لتنميتها باعتبارها حجر أساسا لأي اقتصاد قوي وما توفره من فرص عمل خاصة للأسر الريفية بيّن مدير إدارة بحوث البستنة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أسامة حسين العبدالله أن الاستثمار في مجال النباتات الطبية هو من المشروعات ذات الأولوية لا سيما في الوقت الراهن كمشروعات متوسطة وصغيرة لدعم الأسر الريفية والمزارعين وأوضح العبدالله لصحيفة تشرين عن وجود طلب على المنتجات في السوق المحلية وذلك وفقا لما تحقيقه من جدوى اقتصادية كونها تزرع في مناطق هامشية لا تؤثر في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق عائدا ماديا للمزارعين كما أنها غير مكلفة من ناحية مستلزمات ومتطلبات الإنتاج كالأسمدة وعمليات الخدمة وغيرها افتتح مقر لاتحاد الجمعيات التعاونية للنقل في محافظة درعا والذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وذلك بغية الاهتمام بشؤون قطاع النقل والعملين فيه والعمل باتجاه تذليل صعوباته وتنظيم واقع العمل فيه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للنقل في درعا عماد الدغيم بيّن أن أهداف الاتحاد تتمثل بترسيخ الملكية الجمعية التعاونية لوسائل النقل والاستفادة من مبادرات المواطنين في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في المحافظة ووزارة النقل وتم تأسيس عشر جمعيات على مستوى المحافظة عادت أزمة الغاز لتهدد الاقتصاد العالمي مع احتمال حدوث إضرابات عمالية في أستراليا التي تعتبر دولة منتجة رئيسة ما يحدد بالقضاء على التوازن الهش للإمدادات العالمية ورفع فواتير المستهلكين مرة أخرى فهل العالم في قلق مجددا؟ في وقت تشهد فيه سوق الغاز مزيدا من المخاطر على الرغم من تراجع الأسعار عند مستويات منخفضة وقبل شهرين من بدء موسم التدفئة والظواهر المناخية المتقلبة هذا الصيف يأتي إضراب العمال في أستراليا حول الأجور والظروف العمالية في محطات إسالة الغاز الأسترالية التابعة لشركتين تشكلان أكثر من 10% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية ليصير زيادة المخاوف بشأن الإمدادات وزيادة النزاع ودفعت مليارات الدولارات التي جناها أصحاب المحطات من إضراب العمال إلى المطالبة بالحصول على تعويضات أعلى أيضا وتسلط هذه الإضرابات الضوء على هشاشة تدفقات الغاز العالمية بعد أكثر من عام من تصحيح وضع السوق بسبب الحرب الأوكرانية الروسية ولا تزال أوروبا التي تضررت بشدة من قرار روسيا الذي يقضي بالحد من تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب في خطر حيث حذر المسؤولون التنفيذيون في شركات الطاقة الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة من أن يعرض الشتاء البارد والانقطاعات غير المتوقعة المنطقة لخطر نقص الإمدادات وتعتبر آسيا الأكثر تعرضا بشكل مباشر للتدفقات الأسترالية كما تتعرض الإمدادات في أماكن أخرى لضغوط اذ تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية في الأسابيع الأخيرة بسبب أعمال الصيانة في اثنين من أكبر منشآتها وبالتوجه إلى مصر فهي الأخرى أوقفت صادرات الغاز تقريبا كما أن إمدادات الغاز النجرية ضعيفا واستقضايا طويلة الأمد تتعلق بالغاز والأمن وبحسب استشارينا للطاقة فإن مخطات تسييل الغاز الأمريكية لن تتمكن من تسييل كميات إضافية من الغاز بشكل عاجل وإذا امتد انقطاع الإمدادات الأسترالية إلى أيلول سبتمبر سيؤثر ذلك على الإمدادات والأسعار العالمية في الفترة التي تسبق موسم التدفئة وستحتاج الأسعار في كل من آسيا وأوروبا إلى الارتفاع لجذب الغاز الطبيعي المسال المتاح والحفاظ على دفء المنازل إلى ذلك ارتفعت أسعار شحن الغاز الطبيعي الأجل إلى 277 ألف دولار لليوم في المحيط الهاد و 280 ألف دولار في المحيط الأطلسي هذا وارتفعت تكاليف استئجار نقلات الغاز الطبيعي المسال في وقت أبكر من المعتاد هذا العام وسط احتمالية اضطراب الإمدادات من أستراليا مع تزايد المخاوف فمن دون الغاز الأسترالي سيتعين على المشترين في آسيا منافسة أوروبا للحصول على شحنات من مصادر أخرى مثل الولايات المتحدة مما يرفع من مدة الشحن وتكاليفه في السياق المتصل قالت الجمعية التشاركية لمهندسي القطيرات ورجال الإطفاء في بريطانيا إن آلافا من السائقين المنتمين لها يعتزمون الإضرابة في الأول من أيلول سبتمبر وتوقف عن العمل لوقت إضافي وقال الأمين العام للنقابة ميكويلان لا نريد الإقدام على هذا التحرك لكن الشركات المشغلة للقطارات والحكومة التي تقف وراءهم اضطرون إلى هذا الوضع لأنهم يرفضون التفاوض معنا هذا هو من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الركاب في كافة أنحاء البلاد بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء شكرا للمتابعة وعودة للزميلة وفاء وما تبقى من النشرة شكرا يعطيك العافية شكرا رغم إصدار التعريف الجديدة لوسائل النقل إلا أن الفوضى ما زالت تطفو على أزمة النقل والمواصلات في محافظة اللاتقية إذ ما زال انتظار المواطنين على الطرقات مستمر وفي الجهة المقابلة فإن سائقي السرفيس ينتظرون دورهم لتعبئة سياراتهم بمادة المزود على الرغم من تحسن بعض خطوط النقل في محافظة اللاذقية إلا أن المعاناة في انتظار وسيلة النقل لا تزال تأخذ صورة واضحة فهنا يهدر وقت المواطن وهنا تمر الساعات بالمجان وتحت أشاعة الشمس الحارقة السرفيس ما بيجوا على الوقت مدر كيف بيصير وبعدين بس يجي السرفيس العالم بيتحشوا منظل نحن ركاب الضيعة ما بيجوا ها صال الساعة أكثر من الساعة وأقفي دائما على طول بسبب تعيين المصايا يعني سيئة كثير ضل ثلاث اربع ساعة أحيانا بيجوا بتضبقوا طلب بيأخذوا على كيفهم يعني ما بيأخذوا على التسهيرة بيأخذوا على كيفهم مثلا نهار الجمعة ما في سير بيطبوا طلب بدهم مبلغ بس شكل عام السير سيئ على المصايا والله وسط لو يعني فخم فخم ولا هو واطي واطي ما في الله أنا لساعة ما في سيارة أطلع فيها ما في سير بالمرة بعض الساعة وانتين ما في حالة لك بعض الساعة وانتين ما في سير بالمرة ويبدو أن المزاجية في نقل الركاب إلى قراهم تتصدر المشهد من فترة بعض الظهر هيئذ تقل السرافيس ويكاد يختفي معظمها ناهيك عن رفع الإجرة أيضا مرة الماضية مثلا إذا جيت مثل هالا ضلت لساعة ستة لحتى أطلعت أهلبي والله هو أنه على جبئة ساعة من ثلاث نقلات أنه أقل الشيء لازم تكون خمسة نجهات المختصة يفعون أن المخصصات مازوت للسرافيس بحيث تكون خمس نقلات والله صعب مفي ما في سرافيس له هاي مت مشاكل؟ والله إلي شيء ساعة من الساعة 22 ونص للستين مساء وهي إلنا من الساعة 12 ونص وحده ها وما في ساعة ولا سرافيس عشامي إلا واحد أتل بترجعنا لأولا عشامي إلي ساعتان أنا طالع من الوحدة ونص المعاناة هذه باتت تلزم المواطن كما هو واضح وهي معاناة كثيرا ما تعصف به كما تعصف به الظروف المعيشية والأحوال من اللاذقية باسم عباس قناة سمى الفضائية مشاهدين في هذه النشرة بقي التذكير بأبرز ما جاء فيها تم افتتاح مجموعة من الوحدات السكنية إنهاء تجهيز موقع النقع السكني لمتضرر الزلزال في مدينة جبلة عملية إطلاق نار تصفر عن مقتل اثنين من المستوطنين في حوارة جنوب ينابلس وفد أكواس يعود إلى النيجر ومالي وبركينا فاسو ترسلان مقاتلات ومروحيات شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة